حذرت الأمم المتحدة من أن الأسر في مناطق النزاع بالسودان قد تواجهوا ظروفا أشبه بالمجاعة بحلول الصيف المقبل وتقول الأمم المتحدة أن نحو 30 مليون شخص أي ما يقرب من ثلثين السكان يحتاجون للمساعدة في السودان وهو ما يوازي ضعفي العدد قبل اندلاع القتال ووفقا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغدائي التفابع للأمم المتحدة يحتاج إلى نحو 18 مليون شخص بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية غدائية وهو أعلى رقم مسجل لموسم الحصاد الأكثر وفرة في البلاد